اشتركوا في القناة والأحلام ما هي إلا حافظة للعمل ولكن نرغب أن نكون هذا العام أفضل وأحسن من العام التي تقدمها تعرفوا أننا موجود في عالم مادي إذن يجب أن الإنجازات تكون مادية وتكون معلومة ومعروفة لنجم نقوله الذي قدمنا حاجة ولهذا لازم كل عام كل شهر كل أسبوع كل ساعة كل لحظة نقدم حاجة مهمة في حياتنا لتكون حياتنا معبية ومهمة وبش نترك الآثار للأجيال القادمة منطلق في هذه الفيديو عن الحديث عن الديانة البيدية كما هي موجودة الآن واليوم بعد أن علمنا أن هذه الديانة كان يطلق عليها المعتقدات البيدية قبل آلاف السنين ولم تكن مكتوبة بل شفاهية وهي خلاصة كل المعتقدات الإنسانية على كامل الأرض كما قلت مع الأسف أن الحضارة الغير مكتوبة أو الكلامية أو الشفاهية لم تترك لنا آثار ملموسة لكي يمكن أن نجزم ونعرف تفاصيل تطورها ولهذا الإنسان اختار بداية التاريخ الإنساني من بداية الكتابة ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لم يعرف حضارات أخرى قبل الكتابة والآثار التي تركها الإنسان على الصخور قبل آلاف السنين وقبل ظهور الكتابة تدل على أن الإنسان عرف حضارات كبيرة قبل الكتابة وتتلخص وتتجسد ذلك في ظهور ما نطلق عليه الكتابة لو نأخذ مثلا اكتشاف النار أبسط الأشياء اكتشاف النار وقع قبل تقريبا 500 ألف سنة أو 800 ألف سنة وهناك من يقول قبل مليون وخمسمائة ألف سنة هذا الإنسان الذي اكتشف النار واستعمل النار لا يمكن أن يكون إنسان حيواني مستحيل إذن حصر الإنسان العاقل في 150 ألف سنة أو حصر الإنسان العاقل في 15 ألف سنة هو نسميه أنا عمل يعني غير منطقي وغير مقبول ولكن الإنسان ليس له خيار خاصة الآن عندما وضع ما يسمى القواعد الأساسية لفهم التاريخ واعتمد على الأدلة الملموسة والأدلة الواضحة البينة التي تثبت الأشياء كما هي وابتعد على كل ما هو خيال وما يسمى بالموروث الكلامي أو التقليدي وهذا طبيعي ولكن عندما نقول إن الإنسان ظهر منذ 10 ألف سنة أو الإنسان العاقل منذ 150 ألف سنة هذه لدينا عليها أدلة ولكن لا ننكر إن الإنسانية هي أقدم من هذا التاريخ بكثير جدا إن الإنسان رغم إنه لم يترك أدلة على تطوره مدة مئات الآلاف من السنين ولكن الإنسان ورث هذا الموروث الكبير في جيناته وفي الموروث الكلامي وفي الكتابات الأولى وفي الرموز وفي بطون الكتب وفي الشعور الإنساني هذا واحده أكبر دليل على إن الإنسان قام بعمل جبار لكي يصل إلى ما وصل إليه والطريق ما زال طويل المهم في هذا الفيديو يجب أن نضع نقطة نظام من طلق منها ونقطة بداية وإن كانت افتراضية لكن يمكن لنا من خلالها فهم بقية ما حصل في التاريخ الإنساني الذي أنظر إليه على إنه وحدة متكاملة رغم تنوعه لنانهائي ورغم مشاركة كل الأجناس وكل الشعوب وكل الأفراد في هذا التطور الإنساني ولا يمكن أن نستثني أحد مهما كان صحيح أن هناك كانت مناطق الرئادة في فترة زمنية نتيجة ظروف وعوامل أدت إلى بروز مناطق معينة فوق الكرة الأرضية تأخذ الريادة وتستوعب كل المعارف الإنسانية لكي تذهب بعد ذلك وتأخذ مكانها منطقة أخرى وهكذا كما نقول بالتداول الذي نلاحظه جليا أن أي منطقة من الأرض تأخذ الريادة هي المنطقة التي تقبل الآخر وتفتح باب الحرية الفكرية فتصبح مكان آمن لكل العقول أن تهاجر إليها وأن تبدع وأن تقدم للإنسانية الإنجازات وهكذا تظهر الحضارة ونلاحظ أن الغرب اليوم فهم هذه اللعبة وفتح دوله لما يسمى بالعقول التي يمكن أن تقدم له إنجازات عظيمة لأن اتحاد القدرات الإنسانية هي وحدها من تبني الحضارة والانغلاق والتعصب والعنصرية ومنع الحريات يؤدي إلى بلوز التخلف والانحطاط والفقر المادي والمعنوي والفكري كما نرى اليوم في كثير من مناطق العالم وخاصة فيما يسمى بالعالم الإسلامي بين قوسي ولكن اليوم بعدما العالم أصبح أكثر تطور والتكنولوجيا قربت القارات وقربت الدول يجب أن تعم الحضارة على كل الأرض بنفس النسبة ونعطي نفس الوسائل والإمكانيات لكل الشعوب أن تبدأ وتشارك في الحضارة بدون احتكار وذلك لا يمكن ولا يكون إلا عندما تتحرر الشعوب وتفهم أن الإختلاف وقبول الآخر والحرية هي أساس الحضارة وأن الأرض كلها للإنسان مع الحفاظ على خصوصية كل شعب أو ثقافة التي تعتبر نوع من الغناء البشري وليس العكس هناك مبادئ إنسانية ليس لها لون ولا خصوصية مثل الحرية، مثل العدالة، مثل المعرفة هي من حق جميع الشعوب على اختلافهم ومن حق كل الطبقات المجتمع على أنواعهم رجال ونساء بكل أشكالهم لهم الحق في الوصول للمعرفة وفي الإبداع عندما تفهم الشعوب هذه الحقيقة سوف يعمل الإزدهار في كامل الأرض حيث الجنة الأوروبية يمكن أن تكون في كل الأرض ولا داعي لكي نهاجر لكي نعيش الحضارة بل نبني حضارتنا في المنطقة التي نحن موجود فيها على حسب خصوصياتنا وعندما أقول الجنة لا أتكلم عن المدينة الفاضلة وإنما أتكلم على أن الوضع في المستقبل يكون أحسن مما هو عليه الآن عبر التاريخ لو شفنا كل منطقة تقوم فيها حضارة تريد أن تقضي على الحضارات الأخرى وتفرض الحضارة متاحة هي بعينها بتفاصيلها بخصوصيتها وهذا هو الخطأ الذي قام به الإنسان سوى قبل في التاريخ سوى مثلا عندما ظهر الإسلام سوى الآن يعني الأسلوب الغربي الذي تريد أن تفرضه على الكرة الأرضية كلها وتعتبر كل من لا يتبع النظام الغربي هو يعتبر متخلف هذا هو الخطأ الذي قام به الإنسان هذا هو الفكر ما يسمى بالفكر الإمبريالي يعني عندما يجي الإسلام أو محمد يفرض على إنسان كردي ولا أمازيغي ولا صيني ولا أوروبي أن يلبس اللباس العربي وأن يأكل الأكل العربي وأن يشرب الشراب اللي يحبه العربي لكي يسمى مسلم حقيقي هذا خطأ نفس الشيء الآن الغرب عندما يجي يفرض اللباس الأوروبي ويفرض طريقة التفكير الأوروبية ويفرض حتى بعض التفاصيل في الحياة الأوروبي ويعتبر كل من لا يستعمل ذلك هو غير متطور هذا خطأ حتى أنهم يعني كما تتعلمش الإنجليزية وما تتعلمش الفرنسية ما تعتبرش إنسان متطور وتعتبر إنسان متخلف هذه إهانة للغات الأخرى والشعوب الأخرى وللعادات والتقاليد الأخرى وهذا نوع من العنصرية لأن هناك مبادئ إنسانية وتتكلم عن الحرية هو مبدأ إنساني أما عندما نتكلم عن الديمقراطية هو مبدأ غربي يجب أن نفرق من بين هذا وهذا إذن هذا الفرض الذي يريد أن تفرضه أي حضارة أو مدنية على العالم هذا عبر التاريخ كان فاشل وتنتهي هذه القوة بتدمير نفسها بنفسها سواء إنها تنغلق على نفسها وتصبح مكان ضيق جدا لأنها لا يمكن أن تستوعب العالم كله في منطقة واحدة وهذا ما نلاحظه اليوم في أوروبا عندما تغلق حدودها وتسمح للهجرة إلا للطاقات الفكرية والاقتصادية وهذا يزيد بقية العالم فقرا وجهلا فكريا واقتصاديا ويقوي أوروبا أكثر وأكثر ولكن هذا يؤدي إلى سقوطها رغم اللي كان من المفروض أن اللي في الخارج حتى هو ما تكون عندهم حضارة مماثلة للحضارة الأوروبية أو الغربية على حسب نمط حياتهم وعلى حسب خصوصياتهم أو يتم تدميرها من طرف الشعوب التي تتمسك بمبادئها وحضارتها وإن كانت مبادئها خاطئة لأنها هنا تولي مسألة الحفاظ على ما يسمى الوجود متاحة ككيانة وتنجيوا مثلا نشوفوا العالم بين قوسين العالم العربي الإسلامي يتمسك بالإسلام لأنه ليس له بديل يمكن أن يواجه به الحضارة الغربية فلم يجد لتعبئة الجماهير إلا الإسلام لكي يحافظ على هويته ويحافظ على وجوده ولكن لو ظهر مثقفين ومفكرين في العالم الإسلامي يقدم حضارة أفضل وأكثر إنسانية من الحضارة الأوروبية أنا متأكد أن الشعوب ما يسمى الإسلامية سوف تتخلى على الإسلام وسوف تتمسك بالمبادئ هذه لأنها هي اللي تحافظ على وجودها ولهذا أنا أقول ومنحبش نسيت نطول مع أنت هوني بش ندخلوا في الموضوع مباشرة حول الديانة البيدية معنتها أن الإمبريالية والسيطرة ومنع الخصوصية هو مضر للإنسانية وهناك فيلسوف ألماني اسمه يوهان هيردر يقول قولة جدا جميلة وأنا قلتها قدش من مرة أن العناية الطبيعية رائعة فصلت المناطق ليس فقط بالغابات والجبال ولكن بالخصوصيات مثل اللغة والضوء والشخصيات بحيث كان أي عمل استبدادي يصبح أكثر صعوبة لجمع أربعة أجزاء العالم تحت فريسة سيد واحد يعني فكرة الرب الواحد السيد الواحد الحضارة الواحدة هذا فكر مرفوض كليا جي قل لك مثلا العالم يصبح كله إسلامي أو العالم يصبح كله شيوعي أو العالم يصبح كله رأسمالي أو ليبرالي هذه فكرة غالطة كل شعوب عندها الخصوصية متاحة هذه مسألة لا نقاشة فيها مع فتح حدود التنقل لكل إنسان يريد أن يعيش في نموذج معين أن يذهب إليه ويعيش فيه ويندمش فيه هذا هو الحل نجعل أنظمة ونماذج مختلفة في كل العالم كل منطقة لحسب الخصوصية متاحة مع إعطاء حرية التنقل هذه مسألة هي الوحيدة اللي يمكن أن تزدهر بالإنسان نحو الحضارة الإنسانية الكاملة مع التنوع والخصوصية والمعتقدات في الأول كانت متنوعة وكانت متعايشة فعندما جاء ما يسمى بالفكر الديني وفرض ما يسمى فكرة الرب الأوحد أو السيد الأكبر أو رأس الهرم من هنا بدأ يتكون استبداد العقائدي والاستبداد السياسي والاستبداد العسكري والاقتصادي وأصبحت الهرمية في المجتمعات وأصبحت كل منطقة تريد أن تفرم وجودها على الآخرين وإحنا شفنا عبر التاريخ أن أي حضارة قامت أو مدنية أبادت شعوب وحضارات وإنجازات بشرية بعضها نسبتها لنفسها وبعضها أحملتها وأنهت وجودها إذن هوني معناتها أكتفي بهذا القدر ونتكلم الآن على الديانة الفيديا كما هي اليوم إذن حاولوا بشتركزوا معايا شوية قبل مئات الآلاف من السنين عندما كان الإنسان لا يتكلم كانت المعتقدات شخصية كل واحد له معتقد خاص به لا يمكن أن يعبر عنه ولا يمكن أن يعرف معتقد الآخر وإنما كان كل واحد عنده معتقد في الداخل متاعه يؤمن به ويظهر من خلال تصرفاته وحركاته يميز على بقية الناس ثم بدأت تتكون المعتقدات الجماعية المحدودة في إطار أسرة أو مجموعة من البشر التي تجمعهم حركات وتصرفات معينة وهنا ظهر كما قلت لكم قبل التوتام أو الرمز أو اللوجوس الذي يميزهم كانت في الأول محدودة في عدد صغير جداً وهي الأب والأم والإبن ما يسمى بالمثلث ثم اتسعت على مجموعة أكبر مع تعدد الزوجات وكثرة الأولاد ثم تكونت ما يسمى بالفروع وهذه الفروع كونت ما يسمى القبيلة مع ازدياد عدد البشر واستقرار الإنسان حول المياه وظهور الزراعة وتربية الماشية بدأت تتكون فكرة التجمعات البشرية الصغيرة التي مع الوقت تحولت إلى فكرة الشعوب مع ظهور الكلام أصبح الإنسان أكثر قدرة على التعبير على معتقداته وفهم معتقد الآخر وعندما نمتلك معتقد أقوى يمكن أن نقنع الآخرين بمعتقدنا ومن هنا بدأ ظهور فكرة المعلم الذي يلقن المعرفة لمن هو أقل منها معرفة بسبب السن كالأطفال أو قلة المعرفة أو قلة التجارب وهنا تكونت فكرة الأستاذ والتلميذ المعلم والمتعلم وبهذه الطريقة أصبحت المعرفة أكثر انتشار وكل معلم يكون له عدد كبير من المتعلمين يكون أكثر شعبية وأكثر تأثير هكذا بدأت فكرة الغنوصية التي وصلت إلى قمتها عندما أصبح المعلم يتعلم من المعلمين الذي مثله ويسافر للبحث عن الحقيقة والمعرفة ويأخذ المعارف الأخرى من الشعوب الأخرى ومن الجهات الأخرى لكي يكون له أكثر علم ممكن في الأول كان الهدف مجرد المعرفة والعلم والاستفادة من تجارب الآخرين وكان الأمر شفاهي ولكن مع الوقت والتطور الإنساني تركزت هذه المعارف العقائدية في منطقة وادي السن التي بموقعها الجغرافي كانت معمر لكل الهجرات القادمة من إفريقيا أو النازلة إلى الهند أو الصاعدة إلى أوروبا يعني تلك المنطقة كانت جداً مهمة كانت عبارة على مفترق وطبعاً تلك المنطقة عندها ميزة أخرى كانت تتوفر على المياه وسهولة العيش حيث يهاجر منها المعلم ويعود لنشر المعرفة مع الوقت أصبح لهؤلاء المعلمين هيمنة على عامة الناس وأصبحوا عبارة على ملوك القبائل أو التجمعات البشرية يستشارون ويأخذ رأيهم سواء في مسألة شخصية أو مسألة جماعية ولكن مع تزايد سكان أصبح من الصعب الجمع بين التسير والمعرفة يعني من الجمش الواحد يسير منطقة سكانية أو مجموعة بشرية وفي نفس الوقت يحصل على المعرفة وهنا ظهر ما نطلق عليهم المسيرين أو الملوك أو الرؤساء أو الحكام ووجد هؤلاء أن مصلحتهم مشتركة مع ما يسمى بالحكمات حيث أن الملك أو المسير يهتم بالتسير الأمور المادية والحكيم يهتم بالوعي والأمور العقائدية والأمور النفسية ومن هنا ظهر التقارب بين الملك والكاهد بين من يسير الحياة العامة المادية للتجمع الإنساني والحياة النفسية الاجتماعية وهكذا تكونت أول مدن وهكذا ظهرت الفيديا الأولى الشفاهية التي ظهرت في منطقة واتسن الفرق بين الغنوصية والفيديا ذكرت وأنا كثير ولكن أذكر جانب آخر من هذا الفرق إن الغنوصية إلى يومنا هذا حافظت على المعرفة من أجل المعرفة والرقي بالإنسان أي المعلم الغنوصي ليس له أي هدف أو أي مصلحة إلا المصلحة الإنسانية العامة وبقيت الغنوصية عبارة على معتقدات طبيعية تساعد الإنسان على إيجاد أجوبة تساعده على التغلب على مصعب الحياة الغنوصية دائما تقول لا يهم إن ما تؤمن به صحيح أم خطأ الأهم هو إن ما تؤمن به حقق لك الاستقرار الداخلي من جهة ولم يضر بغيرك بينما الفيديا الأولى التي ظهرت في منطقة واتسن اعتبرت المعرفة حكر على المعلم وتخدم مصلحة المعلم ومن بعد تطورت وأصبحت تخدم مصلحة الحاكم أو الملك من أجل السلطة والجاء بل ذهبت أكثر من ذلك من أجل المال وتخدم مصلحة من لهم الأموال وهكذا ظهرت أول الديانات البشرية حيث المعلم يمكن له أن يخفي الحقيقة أو حتى أن يزورها أو أن يأتي بفكرة جديدة ليس لها أي علاقة بالحقيقة المهم أنه يكون عنده شعبية وأن يجعل العامة تحت سلطته النفسية ويساعد الملك أن تبقى العامة تحت سلطة الملك وفي خدمته أي توظيف المعتقد في مصلحة السياسة والسلطة والمكسب المادي عندما ظهرت الكتابة الكهان الديجيين الأوائل لم يكتبوا المعرفة السرية التي عندهم وإنما احتكروها لأنفسهم يتناقلونها جيل بعد جيل وهي عبارة على حوارات بينهم وبين الملوك بل أول ما قاموا به الكهان الديجيين بعد ما ظهرك كتابة هو كتابة كتب للعامة التي تعرف بكتب الفيدا الأربعة وهم الريجا فيدا، الساما فيدا، الباجورا فيدا، الأثارا فيدا وذلك على مدة تقريبا ألف سنة بظهور هذه الكتب التي اعتبرت مقدسة أصبحت الفيدية شبه دين وانتقلت من فكرة ما يسمى بالمعتقد الفيدي وقربها للغنوصية إلى دين بأتم معنى الكلمة وانفصلت كليا على الغنوصية حيث أصبح هدفها نشر المعتقد لتمكين الحكام من الحكم ويصبح الحاكم ليس في خدمة الشعب بل الشعب في خدمة الحاكم ويصبح التلميذ تحت سلطة المعلم وليس المعلم في خدمة التلميذ الفرق في الغنوصية المعلم يرقى بالتلميذ إلى فوق بينما في الفيدية العكس يجب على التلميذ أن يطيع المعلم ويخدم المعلم لكي يعطيه قليلا من العلم وهذا التحول الإنساني الكبير غير كل الإنسانية وإلى هذا اليوم نحن نسير على هذا النظام الاستبدادي الظالم للمجتمعات والأفراد والخادم لمصلحة أصحاب السلطة وأصحاب المال وأصحاب الكهنود الشعوب والأفراد تدفع ثمن غطرصة علماء الدين وأصحاب الأموال وأصحاب السلطة الشعوب والأفراد قبلت بالاستبداد وخضعت بعد أن روضت على ذلك مدة آلاف من السنين سواء بالقوة أو السلطة أو القانون أو القوة المالية أو بقوة المعتقد بظهور هذه الكتب الأربعة البيدية التي طبعا لم يكن يمكن أن يطلع عليها أي إنسان إلا من يعرف القراءة فقط لأنها حكر على طبقة معينة بدأ بظهور ما يسمى بمعلمين ناقلون أو ما يسمى بمبشرون يقرأوا الكتب ويمشيوا يحكيوها بأسلوب سهل لعامة الناس فهؤلاء الأشخاص هم اطلعوا على هذه الكتب وليس لهم تجربة ولا معرفة وإنما غير عندهم حاجة واحدة أنهم يعرفوا يقرأوا يعني عندهم نسبيا نوع من المعرفة إذن هما يقرأوا هذه الكتب ويفسروها على حسب ساعات نظرتهم هما وإلا على حسب ظاهر النص طبعا هذه الكتب أصبحت لها قمة مقدسة وفي كثير من الأحيان هؤلاء اللي ينقلون المعارف اللي في هذه الكتب كيما قلت لكم يعطيوا التأويلات امتاحهم ومن هنا بدأت تظهر فكرة البراهما أو البرهامية وهي الآن ديانة أيضا وسوف نتكلم عليها عندما نتكلم على بقية الديانات بعد البيدية وبعد البراهما ظهرت ما يسمى بالهندوسية ثم ظهرت بقية الأديان الأخرى وكل هذا سوف نعرفه بالتفاصيل في الفيديوهات القادمة أحنا هنا نحب نحكيه كيفاش ظهرت الديانة الفيديية وما هي الظروف والعوامل التي أدت إلى تحول المعتقد الفيدي الذي هو كان قبيعي وقريب من الغنوصية إلى معتقد ديني طبقي الهدف انتاعه هو السلطة والحكم والسيطرة على عامة الناس إذن خلينا في ظهور الديانة الفيديية التي كانت هي السبب في ظهور ما نطلق عليه الطبقية في كل المجالات السياسية الاقتصادية غيرها حتى الاجتماعية وما يسمى أيضا بالمركزية أو ما نطلق عليه بالإمبريالية أو بالحكم أصبحت الديانة الفيديية ديانة فيديية بأتم معنى الكلمة عندما انتقلت من وادي السند حيث أن في وادي السند كانت عبارة على معتقدات فيديية وبدأت تتكون قليل الديانة الفيديية ولكن في فترة من الفترات انتقلت إلى الهند القديمة بعد الكارثة التي وقعت في وادي السند انحضر بعض الكهان الفيدييين من وادي السند إلى منطقة الهند وهناك بدأوا يكونون في الديانة الفيديية واستطاعوا هؤلاء أن يجعلوا من المعتقدات الفيديية كديم ومن هناك انتقلت إلى بقية العالم في الأول انطلقت إلى منطقة الشرق الأوسط وهذا سوف نتكلم عليه من بعد ثم إلى بقية العالم وشملت كل الفلسفات الدينية والأديان والمعتقدات ظهرت من فكرة ما يسمى بالدين الفيدي الذي في الأول كما قلت لكم يحتوي على أربع كتب الفيدي فقط والجديد الذي وقع في الهند إن كهان الديان الفيديية لكي يثبتوا وجودهم أكثر بعد انتشار كهان المطلعين على الكتب الفيديية الأربعة وينقلونها للعامة ويقومون بالتواقيس لأن الكتب الفيديية الأربعة تحتوي على أناشيد وعلى تقوس وغيرها تقدم ما يسمى للرب أو للقوة الخارجية التي تؤثر على الإنسان إذن في الهند اضطروا لكي يكتبوا مصدر هذه الكتب الأربعة لأن هذه الكتب الأربعة التي كما قلت لكم تحتوي على أناشيد وعلى تقوس وغيرها هي لم تأتي من فرع وإنما أتت من معتقد آخر بقى غير مكتوب مدة طويلة وينتقل شفاهيا وسريا ولا يعلم به العامة وهو ما يسمى الأوبانشيدا الذي هو يسبق كتب الفيدي الأربعة شفاهيا ولكن كتابيا يعتبر ملحق للكتب الفيدي الأربعة هو المصدر الذي يعتمد عليه الإبراهما الأول أو الكهان الفيدي الأول لكتابة كتب الفيدي الأربعة بعد أن تكتبوا الكتب الفيدي الأربعة لهم متوجهين للعامة ما معناها متوجهين للعامة؟ يعني الكهان يقرأوهم ويطلعوا عليهم ثم يفسروهم للعامة ولكن مصدر هذه الكتب هو الأوبانشيدا هو الحقيقة المطلقة التي خرجت منه الكتب الفيدي الأربعة الأوبانشيدا هو الآن عندما تطلع على المصار يقولك هو ملحق للفيدي أو مكمل للفيدي يعني للكتب الفيدي الأربعة ولكن في الحقيقة هو سابق لهم شفاهيا غير متأخر عنهم كتابيا يعني الكهان ما كتبوه إلا بعد ما أصبحت الكتب الفيدي الأربعة يؤمن بها أغلب الناس اللي حولهم وعندما كتبوا الأوبانشيدا في اللول كتبوها إلا لما يسمى الكهان أو ما يسمى الملوك وأصبحت الأوبانشيدا عبارة على الموروث الكتابي الخاص بالكهان الذي يستمدون منه المعرفة ويمكن لهم أن يبدعون في خلق الأتيان والمباهر ليس هناك في العالم إلى اليوم مفكر أو فيلسوف أو سياسي كبير غير التاريخ أو مدعي النبوة أو مدعي لمذهب معين مع أنه ونجح لم يتطلع على الكتاب السحري للأوبانشيدا الذي جعل الكثير من التطلع عليه يخرج من عقله بل اعتبر هذا الكتاب هو الكتاب المعجزة لأن من اطلع على هذا الكتاب مهما كان رغم أنه الكتاب هذا مكتوب برموز يعني ليس كل إنسان يفهمه كما هو خطر هو في الحقيقة الكتاب هذا الأوبانشيدا هو نجم نقوله غنوصي في الأصل ولكن عندما كتب كتب برموز لا يمكن فهمها من طرف أي إنسان وكل واحد يفهمها على حسب درجة الوعية هذا الكتاب المتكون من 108 باب يلخص كل ما وصلت إليه الإنسانية في أمر المعتقد وفي ما يتعلق بالموت أسباب الأوجود الحكمة من الأوجود ماذا بعد الموت كل ما يتعلق بالأسئلة الوجودية تلقاها في هذا الكتاب الأوبانشيدا ما معناها؟ لا نزيده ونعرفه كيفاش إن الأوبانشيدا هو يعني كتاب غنوصي لو نرجعه لترجمة كلمة أوبانشيدا نلقاهوها هو التلميذ القريب من المعلم بشيوريك اللي أصله شفاهي هذك هو شنو معناها الأوبانشيدا؟ الأوبانشيدا هو التلميذ اللي يتلقى العلم من المعلم هذا الكتاب ليس هناك سؤال وجودي مهما كان إلا فيه كما قلت لكم متكون من 108 داب ولا يمكن لأي إنسان أن يتطلع على هذا الكتاب ولا يرى حياته وطريقة التفكيرة تبدلت كليا حتى وإن لم يفهم منه شيء وتصبح نظرته للحياة ونظرته لمن حوله غير التي كانت عليها هذا الكتاب مع الأسف الأوبانشيدا ليس هناك إلا ترجمة عربية واحدة لمترجم تونسي اسمه عبد السلام زيان ولكن هي عبارة على ملخص لأن الأوبانشيدا كما قلت لكم 108 باب ما هيش صغيرة فهمت؟ لكن هو لخص تقريبا شنو موجود وترجم عدة أشياء فيها أما غيره هو مفهمة حتى ترجمة عربية الأوبانشيدا مع الأسف في التاريخ الإسلامي الكل وقعت هناك ترجمة وقعت هناك ترجمة في العهد العباسي قام بها محمد بن أحمد الباروني ولكن مع الأسف هذه الترجمة ضاعت وليس لها أي أثر إذن باللغة العربية لا يمكن أن تجدوا ترجمة كاملة للأوبانشيدا بينما بالإنجليزية يمكن أن تلقاوا ترجمة بالإنجليزية ومجانية بينما باللغات الأخرى مثل الفيرانسية تلقاوها ولكن بالفلوس صعيب تلقاوا ترجمة كاملة مجانية إذن أنا هوني حبيب أن أقول أن هذا الكتاب مع أنت جدا مهم جدا مهم يعني مع أنت أنا أنصح به أي إنسان أن يقرأ حتى ولو ما يفهم منه شيء لأنه يحتوي على كل اللاشعور الإنساني الموهود كما قلت لكم رغم أن هذا الكتاب مكتوب برموس وكل إنسان يفهم بطريقة معينة وحقيقته السرية تبقى في الغنوسية الشفاهية لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة صحيح كتبه برموس ولكن يدرس وعندما يدرس من طرف مثلا فيديو غنوسي يدرسه على حقيقته وإلى يومنا هذا تدريس هذا الكتاب من طرف إنسان غنوسي ليس كما تقرأه لوحدك أو تدرسه على يد إنسان فيدي أو إنسان ينتمي لديانة أخرى هم كتبوا هذا الأوبانشي لماذا كتبوه لكي يجعلوا أثر كتابي مع ظهور الكتابة للكهان في المستقبل؟ تركوه لكي يدرس كتابي ولكن طبعا يدرس على يد مدرس لأن من الصعب من الصعب أن تفهموا واحد والهدف هو جعل سلطة كهنوتية قوية للفكر العقائدي أو للفكر الديني هذا هو الهدف يعني متاع كتابة هذه الكتب يعني هذه الكتب مع الأجيال أصبحت مقدسة مثلا الفيديو العادي يطلع على كتب الفيديو الأربعة لكن لا يطلع على الأوبانشيدا الأوبانشيدا خاص هو عبارة على الكتاب الذي في السماء كما نقول أو ذلك الكتاب ولا ريبة فيه كما يقول القرآن يعني هو كتاب ما يقربلوش أي إنسان معنا فأنا نقول لكم ونعاود نأكتلكم ليس هناك إنسان يقرأ هذا الكتاب ولن تتغير حياته هو الكتاب اللي يعتبر الكتاب المعجزة وهذا مش كلامي أنا قالوه مئات العلماء اللي تكلموا عليه إذن فهمتوا الآن كيف ظهرت الديانة البيدية بعد أن كانت مجرد معتقد في ود السند وكانت قريبة من الغنوصية ثم وقعت كوارث في منطقة ود السند بعد تكوين نوع من الدولة قيام على ما يسمى بالديانة البيدية الأولى ثم انتقلت مع بعض الكهان إلى منطقة الهند وهناك بدأت تظهر الديانة البيدية الكاملة بكتبها البيدية الأربعة والأوبانشيدة كهو كتاب كما نقول وحنا مقدس لأكثر شيء تقدير أو ما يسمى بالكتاب السري وفي الهند طبعا اندمجت كليا مع الحكم ومع أصحاب السلطة والمال وخلقت فكرة الرب والدورة والطبقات من أجل الحكم يعني جي للفقير تقول له كيتموت وتعود جي في حياة أخرى المهم احنا المعتقدات متع البيدية ما نشبش نتكلم عليها بالفيديو هذي خفر وإلا الفيديو يصبح طويل احنا الهدف من الفيديو هذي كيفاش ظهر الديانة البيدية ومع ظهور السيطرة وبداية السراعات بين الكهان وأصحاب السلطة والمال فاضطر كل واحد أن يخلق معتقد خاص به وبشعبه وهكذا بدأت تظهر الأديان التي نعرفها اليوم أو المذاهب من أجل الحكم والسيطرة واستعباد المجتمعات والأفراد طبعا هما يمكن أن يكون نيتهم حسنة في الأول يقولون مثلا أن هذوكم الأشخاص عامة الناس لا يعرفوش يقرأوهم لا يعرفوش يكتبوطهم ولم يفهموش بالكداء إذن لازمنا نعملولهم هذاك الأسلوب يعني لازمنا نعملولهم هذاك الأسلوب نعطيوهمش الحقيقة كاملة ونعطيوهم رموز وكذا ونحاول نفهمهم على قد عقلهم ولكن البقاع على تلك الفكرة إلى يومنا هذا هو الخطر لأن الفكرة التي جعلت يمكن من أجل هدف معين الآن أصبحت تضر وأنا أضرب لكم مثال بسيط يعني وأنا ضربته قبل فأنت أن تأتي للطفل صغير تخاف عليه مثلا لا يخرج إلى الخارج تضريبه سيارة لا تستطيع بيش تقول له وراءك يخرج إلى الخارج تضربك سيارة أو دراجة نارية هو ما هو في شفا معمره هو عامين أو ثلاث سمين إذن شنو تقول له تأتي تخوفه تقول له وراءك أن تخرج إلى الخارج يأكلك الغول أو ينزل عليك سقر من السماء أو تنين ويخطفك لوليد هذاك لا يخرج إلى الخارج فتصور هذاك لوليد يبقى عمره عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين سنة، ستين سنة وهو ما يخرج من الدار تخايف لا يأكله الغول ولا يخطفه الطنين ويهرب به فهذا الإنسان يعتبر مختل عقليا نفس الشيء يعني الأمثلة أو الأديان جاءت على حسب مستوى الشعوب متاحة يمكن كانت أن هي حسنة من أجل تكوين مجتمعات وتكوين ندن وتكوين حضارة ولكن تصور اليوم الناس ما زالت تخاف من الله ومن الرب ومن فلان ومن فلان ومن فلان والوضع الآن تغير يعني كل إنسان اليوم ما زال يؤمن بدين مهما كان أو أسطورة مهما كانت هو عبارة على إنسان مختل عقليا هذا شيء منطقي وأي واحد عنده قليل من المنطق يقل مع الوقت شافوا أصحاب المصالح سواء الكهان سواء أصحاب المال سواء أصحاب السلطة إن هذه كما نقوله تجارة مربحة الدين تجارة مربحة وإلى اليوم راب إلى اليوم حتى الرأسمالية والليبرالية وغيرها تعتمد على الدين للسيطرة على الشعوب وحتى على شعوبها وحتى كان الدين يتبدل يعني يخلقونا ديانات جديدة كل مرة يجيب لك دين جديد مرة يجيب لك مثلا الطاقة مرة يجيب لك مخلوقات فضائية مرة يجيب لك كل مرة يجيب لك حاجة فمتى يدخلك حتى العلم الفيزياء والكيميا والرياضيات غير بش يخلق عندك معتقد ينجم يتحكم معتها فيك هذه هو الغلط الكبير اللي مفاهموش الإنسان فهمت المهم أحنا في الفيديو هذي بش نكتب فيه بهذا القدر وفي الفيديو القادم نتكلمه على القواعد الأساسية للديانة الفيديية التي هي اليوم صحيح ليس لها أنصار كثير ولكن تعتبر الكتب الفيديية سوى الكتب الأربعة فانتن تعلبي دية أو الـ OpenSheda هو مصدر لكل الديانات اللي موجودة في الشرق الأقصى وهي المصدر الغير مباشر لكل الديانات الموجودة في العالم شكرا على المتابعة ومرة أخرى كل عام وانتوما حيين بخير ولا تنسوا بتوزيع الفيديو لو أعجبكم ومع فيديو قادم وبسلامة